الحوثيون في اليمن أو أنصار الله حركة سياسية انطلقت من محافظة صعد اليمنية التفى حولها المجتمع المدني بسبب خطاب مؤسسي أحسين الحوثي المناهض للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للحركة تاريخ عقائدي وسياسي يتعلق بالمذهب الزيدي عام 1990 تشكلت أول حركة باسم الشباب المؤمن في مناطق الزيديين الذين تقدر نسبتهم بحوالي 35 إلى 40% من سكان اليمن عادت الحركة إلى العمل الفعلي بعد حوادث أيلول 2001 رافعة شعار الموت لأمريكا وإسرائيل ومتأثرة طبعا بمبادئ الثورة الإسلامية في إيران ومعارضة في الوقت نفسه لحكم الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح تحولت الحركة تنظيما مسلحا عام 2004 وهو العام الذي قتل فيه قائدها حسين الحوثي ليخلفه شقيقه الأصغر عبد الملك الحوثي الذي يشغل القيادة الحالية خاضت الحركة سراعا مسلحا مع حكومة صالح وشارك الحوثيون في تظاهرات المناهضة لحكمه خلال عام 2011 وكانوا طرفا أساسيا في جلسات الحوار الوطني وبعد سقوط حكم صالح عام 2012 عزز الحوثيون نفوذهم في اليمن حتى احتلوا صنعاء عام 2014 وفي العام نفسه تحالف الحوثيون مع عدو الأمس الرئيس صالح وشكلوا جبهة حاربت الرئيس عبدرب منصور هادي وعضاء الحكومة وحاصروا القصر الجمهوري في أوائل 2015 ومع انطلاق عصفة الحزم بقيادة السعودية ضدهم انهار تحالف الحوثيين والرئيس السابق صالح فقتلوه وهو يحاول الفرار من صنعاء عام 2017 صنفت إدارة رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين منظمة إرهابية عام 2020 وفرضت عقوبات على ثلاثة من قادتها قبل أن تقوم إدارة خلافه جو بايدن عام 2021 بإلغاء القرار وعام 2022 صنفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الحوثيين جماعة إرهابية فرض الحوثيون اليوم عادلة خطرة في البحر الأحمر استدعت استنفارا دوليا بعد هجماتهم على السفن كمساندة منهم لغزة ويستخدمون في هجماتهم الألغام الملتصقة أو يعتمدون على تكتيك الصعود على متن السفن للاستيلاء عليها عبر استخدام القوارب الصغيرة أو المروحيات للحركة ترسانة عسكرية مدعومة من إيران منها صواريخ باليستية بعيدة المدى قصاروخ طفان الذي قد يصل إلى مدينة إيلات الإسرائيلية وهو النسخة اليمنية من الصاروخ الإيراني قادر إضافة إلى المسيرات منها انتحارية والصواريخ الباليستية قدس وقدس 2 وقدس 3 وقدس 4 وأخرى من نوع كروز قصياد وسجيل ترجمة نانسي قنقر